بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء ورسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتوم التسليم فسوف أتكلم عن الأصول المتعلقة بأحكام الحيض والنفاس لعله يكون فيها نوع فائدة للأخوات النساء وكذلك من استفاد منها من الرجال لأجل أن يكون عنده شيء من المعلومات لو وقع عند زوجته شيء أو نحو ذلك يكون عنده شيء من التصور أما بالنسبة للحيض فهو شيء قد كتبه الله تعالى على بنات ابن آدم كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة لما كانوا في الحج فحاضت فكأنها حزنت لما حاضت وهي لم تطف بعد بالبيت فقال صلى الله عليه وسلم لها هذا شيء كتبه الله تعالى على بنات ابن آدم فإذا أقبلت حيضتك إلى آخر الحديث فالمقصود من هذا أن الحيض هو أصلا يقع من النساء بل إنه ذكر بعض العلم أن غير البشر يحيضون ذكروا أن أنواع من الحيوانات يكون عندها حيض الحيض له عندنا أحكام شرعية في الإسلام وقد كانت الأمم السابقة لهم أحكام أيضا في أديانهم فمثلا عند اليهود والنصارى كان لهم أحكام في الحيض فاليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يجالسها الرجل وخرجت إلى بيت أهلها حتى تنتهي من حيضها والنصارى كانوا إذا حاضت المرأة خالطها ووطئها وآكلها وشارعها فعل معها كل شيء كأنها لم تكن حائضا أما عندنا في الإسلام فإنه يجوز للرجل أن يأكل مع زوجتها الحائض يذهب يمارس حياتها الطبيعية جدا 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 كما هي سوى أنه لا يطأ الوطء الصريح لكن يتمتع بمرأته بكل شيء سوى النكاح يعني سوى الوطء الصريح ينبغي الإخوة والأخوات أن تراعى الحالة النفسية عند المرأة الحائض فالمرأة غالبا في حيضها يصيبها آلام وشيء مما يتعبها في جسدها فالأصل أن زوجها أيضا يراعي حالتها النفسية عندما يتعامل معها بحيث أنه يحاول أن لا يثور كثيرا إذا غضبت أو أن لا يجد في نفسها عليها أو نحو ذلك أن تراع حالتها النفسية لذلك لاحظ حتى في مسألة الطلاق منع النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يطلق امرأته وهي حائض ولما طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض غضب النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يراجعها دل هذا على أن المرأة في حال حيضها يعني قد تتغير أحيانا نفسيتها أو يصيبها شيء من الاثتراب الحيض ذكره الله عز وجل في القرآن وقال سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الحيض دم طبيعة وجبلة يخرج من قعل الراحم في أوقات معلومة خلقه الله تعالى أصلا غذاء للولد في بطن أمه تجد أنه للمرأة إذا حملت يتوقف حيضها لأنه يتحول إلى غذاء للولد المرأة إذا صارت ترضع في غالب الأحيان أيضا يتوقف حيضها المرأة الحاملة يتوقف حيضها لأنه يتحول إلى غذاء للولد المرأة المرضع أيضا يتوقف حيضها لأنه يتحول إلى حليب ترضع منه ولدها فإذا توقفت هي عن إرضاعه لسبب من الأسباب بدأ الحيض بعد ذلك يخرج والمرأة لو أنها بدأت تحيض وترضع في الوقت نفسه في أحيان كثيرة يصيبها شيء من الجهد وذلك لأنها تكون غذاء للولد وتحيض وأحيانا قد لا يصيبها جهد لأن الدم يكون زائدا فيأخذ منه الولد كفاية ثم بعد ذلك يخرج الزائد منه الحامل أيضا لا تحيض ولكن قد ترى المرأة الحامل أحيانا شيئا من الحيض فإذا رأت الحامل شيئا من الحيض فإن هذا يكون حيضا وذكر بعضها العلم أنه ليس بحيض وإنما هو دم فساد يعني يخرج من رحم المرأة أو قد يكون مجتمعا لسبب من الأسباب من الالتهابات أو افضرابات أو نحو ذلك لكنه لا يكون له أحكام الحيض لكن ينبغي على المرأة إذا كانت حاملا وخرج منها حيض أن تستفتي فعلا على اعتبار هذا أنه من الحيض أو ليس من الحيض من أهم المساء المتعلقة بالحيض أن الحيض أيها الإخوة والأخوات يمنع المرأة من عدة أشياء في الشريعة أول شيء يمنع المرأة من الصلاة فلا يجوز للمرأة أن تصلي وهي حائض ولو صلت وهي حائض لا كانت صلاتها باطلة وكانت هي آثمة لأنها تعمدت أن تصلي على غير طهارة كذلك يمنع المرأة من الصوم لا يجوز أن تصوم وهي حائض ولو أنها حاضت مثلا في أول النهار نفرض أن امرأة حاضت في أول النهار يعني بعد الفجر بساعة أو نصف ساعة فإنها لا يجوز لها أن تصوم وكذلك لو خرج منها الحيض قبل صلاة المغرب ولو بذقائك معدودات يعني نفرض أنه يؤذن المغرب الساعة الخامسة مثلا أو السادسة المغرب فحاضت الساعة الخامسة إلا عشر أو السادسة إلا عشر يعني قبله بعشر دقائق أو ربع ساعة فإن صومها لهذا اليوم كله يفسد ويجب عليها أن تقضيه أما الصلاة فإنها لا تقضيها يدل على ذلك حديث المرأة التي أقبلت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لها يا عائشة يا أم المؤمنين ما بالو الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت لها عائشة أحرورية أنت يعني أنت خارجة على الدين وتريد أن تغيري قالت لها لكني أسأل فقالت لها عائشة قد كان ذلك يصيبنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة لا نؤمر بقضاء الصلاة وقد قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش قال إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وذلك لأن الصلاة لا تصح من المرة الحالة قد تسأل بعض النساء أحيانا تقول طيب الصلاة ما تصح طيب هل يجوز لها أن أقرأ القرآن؟ نعم يجوز لها أن تقرأ القرآن وهي حائض لكن تمس القرآن بحائل لا تمسه بيدها الصريحة إنما تمسه بحائل طلع قفاز أو نحو ذلك أو أن تقرأ القرآن من التفسير أحيانا يوجد بعض التفاسير يكون مصحف موجودا فيه وفيه تفسير كثير فهذا كتاب تفسير ليس قرآن يجوز أن تقرأ القرآن منه من أحكام الحيض أيضا أن المرأة يعني إذا طهرت من حيضها في وقت صلاة فإنها تصليها أن أعطيكم مثالا نفرض أن مرأة كانت حائض وطهرت من حيضها مثلا الساعة مثلا يؤذن العصر الساعة ثلاث وطهرت من حيضها الساعة مثلا أربع أو أربع ونصف يعني قبل أذان المغرب بنصف ساعة أو بساعة يعني لا تزال هي في وقت العصر في هذا الحال يجب عليها أن تصلي العصر وجوبا ولا يجوز لها أن تؤخرها عن وقتها ذكر بعضها العلم أنها يجب عليها أن تصلي الظهر معها إذا طهرت في وقت العصر لزمها صلاة الظهر والعصر إذا طهرت في وقت العشاء لزمها وقت صلاة المغرب والعشاء قلنا لهم لماذا قالوا لأنها أصلا لم تصلي الظهر بسبب العذر وهو الحيظ كالمسافر قد يجمع الصلاتين للعذر كالمريض قد يجمع الصلاتين للعذر فقالوا مدم أنها عندها عذر وقد زال عذرها الآن في وقت الصلاة الثانية لازمها تصلي الصلاتين ولعل هذه هي الأخوة أولى خروج من الخلاف فإذا كانت المرأة حائض يعني نفرض أنها طهرت في وقت العصر لازمها تصلي الظهر والعصر طهرت في وقت العشاء لازمها تصلي المغرب والعشاء على الصحيح من أقوى الأهل العلم وكذلك لو حاضت في وقت صلاة ولم تصليها يعني نفرض أن هذه المرأة حاضت في مثلا أذن عليها الظهر الساعة الثانية عشر فكانت مشغولة بطبخ طعام أو نحو ذلك المهم أذن عليها الساعة الثانية ولم تصلي الساعة وحدة أو الساعة الثانية ونصف حاضت طبعا الآن خلاص لن تصلي لكن تبقى صلاة الظهر في ذمتها إلى أن تطهر بعد ستة أيام وتصلي تلك الظهر ثم تصلي ما وجهته من صلوان كذلك المرأة إذا كانت حائضا لا يجوز لها أن تطوف بالبيت ولا أن تقرأ القرآن ولا أن تجلس في المسجد أعني لا تقرأ القرآن بمسه لكن لو وضعت حائل ما في بس لا تجلس في المسجد لكن لو دخلت المسجد لحاجة كمرأة حاض مثلا يكون زوجها في المسجد ودخلت أعطته الطعام جلست خمس دقائق عشر دقائق جاز الدخول السريع ما في بأس أما أن تلبث في المسجد فلا وقد قال صلى الله عليه وسلم يوما لعائشة ناوليني الخمرة من المسجد الخمرة يعني قطعة كماش صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قالت له عائشة يا رسول الله أني حائض طبعا كان بيته مناسقا للمسجد يفتح الباب من بيته على طول المسجد موجود فقالت يا رسول الله أنني حائض فقال عليه الصلاة والسلام أن حيضتك ليست في يدك يعني يدك طاهرة ادخل المسجد وخرجي فلا بأس أن تفعل المرأة ذلك كذلك من أحكام الحيض أنه يحرم على زوج المرأة إذا كانت حائضا يحرم عليه أن يطأها في الفرج وقد قال الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن أيضا حتى لو طهرت ما يجوز أن يقربها قال فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فلا يجوز أن يقربها حتى تغتسل من حيضها ولا شك أن هذا أيضا أسلم حتى من الناحية الصحية معنى الاعتزال ترك الوطء الصريح يقول صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح يعني إلا الوطء الصريح كما رواه الجماعة إلا البخاري وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا الجماع ويجوز للزوج الحائض أن يستمتع بها بما يعني بسوى الوطء يعني كقبلة ولمس ونحو ذلك يجوز له ذلك أما الجماع الصريح فلا يجوز له ذلك كذلك من الأشياء التي يحرم على الزوج أن يفعلها وقت حيض امرأته الطلاق يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة يعني طلقوهن في الوقت الذي أذن الله تعالى لكم بطلاقهن فيه فلا يجوز أبداً أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات لا يجوز أبداً للرجل أن يطلق امرأته في أي وقت يشاؤه لا لا بد أن يطلقها في أحد حالين إما أن يطلقها وهي حامل حيث أنه يعلم أن امرأتي حامل وأنني سوف يتربى هذا الولد عند غيري أو سوف يتربى عند غيري أمه يكون الرجل لم يدفعه إلى الطلاق العاطفة إنما دفعه التفكير العميب إما أن يطلقها وهي حامل أو يطلقها في طهر لم يطأها فيه أن يطلقها في طهر لم يطأها فيه يعني تكون المرأة مثلاً طهرت من حيظها اغتسلت تأكد تماماً أنها ليس في بطنها ولت مدام أنها كانت حائض فعندها قبل أن يطأها يطلقها أما لو وطئها لازم ينتظر إلى أن تحيظ ثم تطهر مرة أخرى إذن الذي يريد أن يطلق أما أن يطلق وهي حامل أن يطلق في طهر لم يطأها فيه أما إذا كانت حائض فلا يجوز أن يطلقها ينتظر إلى أن تطهر أو كانت مثلاً في طهر وطئها فيه لا يجوز له أيضاً أن يطلقها إلا في الحالتين التي تقدمت معنا قول الله عز وجل فإذا تطهرنا وقوله جل وعلا حتى يطهرنا الطهر أيها الإخوة والأخوات هو انقطاع الدم والمرأة إذا كانت حائض لا يزال الدم يخرج منها فإذا انتهت من حيضها انقطع عنها الدم انقطع الدم معرفة المرأة لانقطاع الدم يكون بشيء إما أن تكون هذه المرأة انقطع الدم وخرج منها القصة البيضاء القصة البيضاء مادة تخرج من مخرج الدم بيضاء تدل على أن المخرج تنظف تماماً من الدم الأمر الثاني تتأكد المرأة بانقطاع حيضها كما في قوله تعالى حتى يطهرنا تتأكد بأن الدم يتوقف فإذا توقف الدم جعلت المرأة شيئاً من منديل أو قطن أو نحو ذلك مسحت به مخرج الدم فإذا كان هذا المخرج نظيفاً وخرج القطن أو نحو هذا نظيفاً ليس فيه شيء من الدم هذا يدل على أنه قد تنظف المخرج تماماً من الدم وبالتالي تصبح هذه المرأة ليس عليها حيض وتغتسل وتعتبر طاهرة أحياناً يكون المرأة يكون عندها شيء يعني يكون عندها بعد الحيض لا يزال المخرج ما تنظف يكون فيه كدرة أو صفرة أو نحو ذلك فهذا ما دام أنه متصل بالحيض فهذا يعتبر من الحيض لذلك تقول عائشة للنساء تقول لا تعجلنا يعني لا تستعجلي بأن تعتبر نفسك طهرت من الحيض حتى ترين القصة البيضاء يعني حتى تتأكد مئة في المئة وتقول أم عطية رضي الله تعالى عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً رواه أبو داود وغيره من التنبيهات الهامة هنا أيضاً في مسألة ما يتعلق بالحيض أن المرأة ينبغي أن تعتني بمسألة طهرها التي تهمل نفسها يعني بحيث أنها إذا أذن عليها وقت الصلاة ويتتوقع أنها قد طهرت كان يكون قد أكملت لها مثلاً خمسة أيام أو ستة أيام أو نحوها وهي على هذا الحال فيلزمها أن تتأكد لأجل أن تصلي وتبتعد عن الحرج في ذلك كذلك من أهم المسائل فيما يتعلق بالحيض أن بعض النساء أحياناً قد ينطلق معها الدم متواصلاً قد ينطلق الدم متواصلاً بحيث أن المرأة العادة يكون حيضها خمسة أيام أو ستة أو سبعة أحياناً وأحياناً قد يتواصل هذا الدم بحيث أنها يبدأ معها في واحد في تاريخ واحد من الشهر غالباً إلى تاريخ سبعة ويتوقف أحياناً يستمر سبعة ثمانية تسع عشر خمسة عشر إلى عشرين إلى ثلاثين ويستمر شهراً كاملاً أحياناً وهي على مثل هذا الحال إذا كانت المرأة على مثل هذا الحال تعتبر المرأة مستحاضة تعتبر المرأة مستحاضة إذا كانت المرأة على حيض فهل يجوز لها إذا كانت مثلاً ستعتمر أو في رمضان أو ستحج هل يجوز لها أن تستعمل الحبوب التي تمنع نزول الحيض أم لا يجوز لها ذلك الصحيح في هذه المسألة أن استعمالها جائز إذا لم يكن عليها مضرة في رحمها وعموماً قد تم سؤال بعض الأطباء فذكروا أنها أحياناً تسبب مضاعفات أحياناً تسبب سرطانات وغير ذلك فعلى المرأة أيها الإخوة والأخوات أن تبقى كما خلقها الله عز وجل كما أن الحيض يخرج بغير اختيارها كما يخرج اللعاب في الفن بغير الاختيار كما يخرج العرق أحياناً بغير الاختيار الدموع أحياناً قد تخرج بغير الاختيار كذلك الحيض يخرج بغير الاختيار فلا تشددي على نفسك لو جاء أنا شخص وقال أنا اخترعت لكم حبوب تمنع نزول توقف اللعاب أو تمنع نزول الدمع من العين أو تمنع لمنع الناس من استعمالها يا أخي ابقى كما خلقك الله كذلك في استعمال الحبوب لا ينبغي للمرأة أن تستعملها إلا وقت الضرورة الشديدة جداً جداً بحيث أن المرأة تبقى يعني قد لا يتيسر لها حجز إلا في هذا الوقت لأجل عمرها أو لأجل الحج أو نحو ذلك فلا بأس باستعمالها أما أن تتعود عليها المرأة فلا كذلك المسألة الثانية وهي مسألة مهمة أنه في الحقيقة يجب على المرأة إذا نزل منها الحيض ألا تبتعد عن العبادات يعني هي الآن ابتعدت عن الصلاة ينبغي لا تبتعد عن العبادات الأخرى ككثرة التسبيح التهليل الذكر التزيّن لزوجها بعض النساء إذا أصابها الحيض صارت مبتذلة في البيت لا تعتني بمظهرها فالأصل أنها أيضاً تعتني بمظهرها وبزينتها وبرائحتها وطيبها يعني ولا بأس أن تقترب من زوجها ولو قبلها أو لمسها أو نحو ذلك لا بأس في ذلك المهم أن لا يقع بينهما الوطء الصريح وبعض النساء تكون متبذلة في وقت حيضها يعني بحيث أن الزوج سبعة أيام في الشهر لا يرى أمامه إلا مرأة غير متزيّنة وهذا خطأ لا بد أن المرأة تهتم بمظهرها حتى وإن كانت حائضاً وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرّص على مثل ذلك ويأمر المرأة بالتزيّن لزوجها وبحسن التجمل له وكان صلى الله عليه وسلم أيضاً يحرّص وهو على مثل ذلك لأهله فكان يحرّص على الطيب حتى قال أنس ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مسست يده إلا رأيت فيها الطيب وقال كأنما أخرجت من جؤنة عطار كأنما أخرجت من الإناء الذي العطار يخلط فيه الأطياب وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف بريح الطيب إذا أقبل وأخبرت عائشة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضاجعها وهي حائض ويقبلها وهي حائض وذلك لتزيّنها له أما إذا كان كل ما اقترب منها وهي حائض شم منها ما لا يسر فلا شك أن هذا مما يعني يدفع الرجل عن امرأته ذكر بعضها العلم أن أكثر مدة يمكن أن يصل إليها الحيض هو خمسة عشر يوما وهذا أيضاً قليل في النساء أكثر النساء هذا الدم متواصلاً كثيراً فهذا في على الصحيح من أقوال العلم أنه يعتبر استحاضة فما هي أحكام الاستحاضة المستحاضة أيها الإخوة والأخوات لها ثلاثة أحوال إما أن تكون هذه المستحاضة أعني بالمستحاضة المرأة التي واصل معها الدم بعض النساء تتصل تستفتي تقول لي شيخاً أصار لشهرين الدم معي متواصل ما يتوقف مثل مثلاً الذي هي سلس البول لها ثلاثة أحوال إما أن تكون لها عادة معروفة لديها قبل إصابتها بالاستحاضة يعني نقول لها من متى بدأت معك الاستحاضة قالت يا شيخاً أنا صار لشهرين الدم ما يتوقف نقول طيب قبل هالشهرين كم كانت عادتك قالت والله يا شيخ قبل الشهرين كنت من خمسة إلى ثنع عشر في الشهر حيضي نقول إذن اعتبري الآن كل ما جاء تاريخ خمسة اعتبري أنه حيض إلى تاريخ اثنع عشر ما قبله وما بعده اعتبريه استحاضة طيب ماذا تستفيد من هذه الفتوى تستفيد أنها من تاريخ واحد إلى تاريخ خمسة في الشهر تعيش كما تعيش بقية النساء تصلي تصوم يجوز أن يطاها زوجها عند الضرورة لكن يكره له ذلك تقرأ القرآن عادي مستحاضة مثل الطاهرة سوى أن الوطن يكره للرجل أن يطأ في وقت استحاض إذا جاء تاريخ خمسة تعتبر نفسها حائط تترك الصلاة تترك الصوم إلى تاريخ اثنع عشر لأن هذا وقتها دائما السنين الماضية قبل أن يصيبها هذا المرض الاستحاضة إذا جاء تاريخ اثنع عشر تغتسل وتعتبر نفسها طاهرة مع وجود الدم لا يزال ينزل هذه المستحاضة إذا كان لها عادة معروفة كما قال صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة لما أصابتها الاستحاضة قال أم كثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي كما في صحيح مسلم وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لفاطمة بنت أبي حبيش لما بينت له أنها ينزل منها الدم قال إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة متفق عليه إذن هذا هو القاعدة إذا كانت المرأة لها حيضة معروفة فإنها تأخذ هذا التاريخ وتطبقها على أيامها كيف تطبقها على أيامها تعتبر نفسها حائض أو تعتبر نفسها مستحاضة تعتبر نفسها بهذه الصورة إذا كانت هذه المرأة كما ذكرنا من 5 إلى 12 إذا جاء تاريخ 5 تعتبر حيض إذا انتهى 5 وجاء تاريخ 12 تعتبر طهرة وتغتسل طيب الدم لا يزال ينزل كيف تصلي تضع على مخرج الدم يعني شيئا يمنع وصوله إلى الملابس ثم كلما أذن للصلاة تتوضى وتغير هذا الشيء وتضع شيئا نظيفا ثم تصلي تصلي طيب يا جماعة لو نزل الدم وهي تصلي ليس عليها حرج ليس عليها حرج لو نزل الدم وهي تصلي ليس عليها حرج لأن هذه استحاضة كمثل مثلا من نزل منه البول وهو يصلي وهو به سلس البول لا يستطيع أن يمنعه عن نفسه الحالة الثانية إذا كانت المرأة ليس لها عادة معروفة نفرض أن المرأة قلنا لها اتصلت قالت يا شيخ أنا الدم متواصل معي من شهرين وهو ينزل مني الدم متواصلا أنا ما أدري أنا حائض أو مستحاضة أصلي أم لا أصلي نسألها نقول طيب أنت قبل أن ينزل منك الدم هل كان عندك وقت معين تحيظين فيه شهر الماضي اللي قبله عندك وقت معين إن قالت نعم أنا أحيظ خمسة أيام من تاريخ كذا إلى كذا قلنا خلاص تبقيها هنا لو قالت والله يا شيخ حتى قبل هالأيام هذه متلخبطة مرة يأتيني الحيظ من واحد إلى خمسة ومرة يأتيني من ثلاثة عشر إلى عشرين ومرة يأتيني من عشر إلى سبعة عشر متلخبطة يا شيخ ما أدري متى يكون طيب في هذا الحال نقول لها حكم آخر وهذه المرأة التي ليس لها عادة ثابتة لها حكم آخر نقول طيب الدم الذي ينزل منك الآن هل كله له صفة واحدة شهر كامل كله نفس اللون قالت لا قلنا كيف قالت يا شيخ أنا من أول الشهر من تاريخ واحد من تاريخ واحد في الشهر إلى تاريخ عشر في الشهر يخرج دم أحمر رقيق ليس فخين رقيق ثم يا شيخ من تاريخ عشر إلى تاريخ سبعة عشر يبدأ لون الدم يتغير إلى أسود فخين له رائحة مميزة من تاريخ سبعة عشر إلى آخر الشهر يرجع أحمر رقيق إذن الآن أين الحيض الحيض من عشرة إلى سبعة عشر إذا كان الدم يتميز إذا كان الدم يتميز فيكون بهذه الصورة ويدل على ذلك الحديث الصحيح لما قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش قال إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف يعني منه عرف منه رائحة فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر يعني الدم الاستحاضة فتوضئي وصلي كما رواه أبو داود فيه أن المستحاضة تعتبر فقط الدم هو الدم الذي يكون له هذه الصفة وهذا هو الفرق وعموما يا جماعة ترى طبيعي أن المرأة تستطيع أن تفرق بين الدمين يعني قد يسمعني الآن بعض الرجال ويقول كيف يا أخي كله دم تستطيع تفرق؟ نعم كما أنك أنت أيها الرجل تفرق بين البول وبين المني وبين المذي كذلك المرأة تفرق بين أنواع الدم التي تخرج منها طيب هنا حالة ثالثة قد تقع لو قالت المرأة أنا يا جماعة عندي الدم يخرج من شهرين خروجا متواصلا نبدأ بالحالة الأول أنا أقول طيب أنت عندك عادة معينة قبل أن يستمر قالت لا والله من قبل وأنا متلخبط أموري مرة في أول الشهر مرة في نصفه مرة في آخره قلنا طيب ننتقل لمرحلة الثانية هل هذا الدم كله بصفة واحدة؟ قالت لا والله يا شيخ نعم أنه ليس بصفة واحدة يخرج أحمر رقيق خمسة أيام ثم سبعة أيام أسود ثخين ثم يعود أحمر رقيق نقول خلاص هذا هو الدم لو قالت لا الدم كله بصفة واحدة إذن الحالة الأولى ما تصلح لها لأن أصلاً ما كان عندها عادة ثابتة الحالة الثانية ما تصلح لها لأن ليس لها تمييز في الدم بهذا الحال ماذا نفعل؟ بهذا الحال تنظر إلى قريبة إلى أمها وأخواتها كم يحضن من الشهر؟ نقول أمك وأخواتك كم يحضن من الشهر؟ قالت والله يحضن سبعة أيام ستة أيام نقول إذن اعتبر يا حيضكي ستة أيام من كل شهر طيب ستة أيام من يحددها؟ هل هي تحددها؟ أم نحن نحددها؟ نقول بحسب ما يغلب على ظنك أنه حيض قالت والله بصراحة نعم الدم كله صفة واحدة لكن أنا إذا جاء تاريخ عشر من الشهر يبدأ معي مغصو آلام إلى تاريخ سبعة عشر نقول إذن حتى لو كان الدم نفس الدم إلا أنه يغلب على ظنك أن هذا هو وقت خروج الحيض فيعتبر هذا من الحيض ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لحملة بنت أبي حبيش بنت جحش وقد كانت مجموعة من النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد أصبنا بمسألة الاستحاضة فكنا يأتين ويسألنه قال لها إنما هي ركضة من الشيطان يعني عرق انطلق قال فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي فإذا استنقأتي فصلي أربعة وعشرين أو ثلاثة وعشرين يعني يوما وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك وكذلك ففعلي كما تحيض النساء رواه الخمسة وصححة والترمذي عموما هذه هي الأحوال الثلاثة للنساء فالعادة هي أقوى العلامات والتمييز يأتي بعده ثم بعد ذلك تعتبر غالب عادات النساء طيب المستحاضة ما الذي يلزمها في حال الحكم بطهارتها لو امرأة قلنا لها أنت مستحاضة طيب كيف تتعامل مع هذا الدم الذي يخرج منها المستحاضة يكون لها حالان يمكنها أن تتعامل مع هذا الدم بالناحية تطهر للصلاة الحالة الأولى أن تكون هذه المستحاضة طبعا المستحاضة يجب أن تضع على موضع خروج الدم ما يمنع وصوله إلى الملابس وإن وصل إلى الملابس شيء لازمها أن تغسلها قبل الصلاة من باب إزالة النجاسة قبل الصلاة المستحاضة لا حالتان إما أن تتوضأ لكل صلاة هذه الحالة الأولى أن تكون تتوضأ لكل صلاة وتغير هذا الذي وضعته يمنع وصول الدم الحالة الثانية أن تغتسل طيب تغتسل لكل صلاة لا طبعا صعب أن تغتسل لكل صلاة فيكون لها حل آخر وهو تغتسل وتصلي الفجر ثم تستمر ما تصلي إلى أن يؤذن العصر طيب الظهر تغتسل العصر وتصلي الظهر والعصر أربع وأربع طبعا لا تصلي ثنتين وثنتين إلا ليست مسافرة تغتسل وتصلي الظهر والعصر ثم تستمر ما تصلي إلى أن يؤذن العشاء ثم تغتسل وتصلي المغرب والعشاء فتعتبر صلت في ثلاث مواضع من اليوم الفجر والعصر والعشاء وتعتبر اغتسلت أيضا ثلاث مرات في اليوم في الفجر وفي الظهر وفي العصر وفي العشاء هذا أفضل لها أما إذا كان عليها مشقة وتقول يا شيخ أغتسل ثلاث مرات في اليوم هذا صعب علي نقول إذن توضأ لكل صلاة كالوضوء العادي وليس عليك في ذلك شيء طبعا أيها الإخوة والأخوات يعني هذه المشقة التي تصيب المرأة وهذا الحيض الذي يصيبه هي مأجورة عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العبد ليؤجر على عمله كله حتى الشوكة يشاكها له بها أجر يعني لو إنسان يمشي وأصابته شوكة له بها أجر فلا شك أن المرأة يؤجر على ما يصيبه من أذى فالمرأة التي يصيبها هذا الحيض يعني تتعب معه لا شك أنها تؤجر فإذا هي احتسبت عند الله عز وجل وعلمت أنها يعني مأجورة عند ربنا جل وعلا فلا بأس من أنها يعني تتحمل مثل هذه لأنها مأجورة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد الله بعبد خيرا أصاب منه أصاب منه يعني أصابه بالمصاب وينبغي أيضا أيها الإخوة والأخوات على الرجل أن يراعي هذا في امرأته يعني لو أن امرأة أصابها هذا الدم الاستحاضة أو نزيف ينزل منها دائما ينبغي على الرجل أن يكون مؤدبا معها ليس كل ما رآها كل مراد يقترب منها قالت أنا عندي دم ليتك تنتظر فيبدأ الرجل يتأفف غير لا الأصل أن الرجل أيضا يتحمل هذا من امرأته كما أنها قد تتحمل منك رائحة أحيانا كريهة تتحملها من زوجها من فمه أو من غيره من المواضع كما أن المرأة تتحمل هذا من زوجها الأصل أن الرجل أيضا يتحمل هذا من زوجته كما قال الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ثم قال وللرجال عليهن درجة وقال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤذي أهله في مثل ذلك لا يؤذيهم وإذا رأى منهم ذلك عده أمرا طبيعيا ويآنسها ويشاكلها ويلاطفها ولم يكن صلى الله عليه وسلم يعطي الموضوع أكبر من ذلك بل كان أيضا يبين للنساء هذا الحكم في يومنا الأيام أقبلت إليه صلى الله عليه وسلم امرأة قالت يا رسول الله كيف أتطهر من الحيض فكانت النساء تسأل عادي قال صلى الله عليه وسلم لها خذي فرصة من مسكن فتطهري بها قالت كيف أتطهر بها قال تطهري بها طبعا هو يعني صلى الله عليه وسلم أن تجعل الفرصة القطعة من مسك يعني من قطن أن تجعلها على موضوع خروج الدم ليس تتأكد هل توقف الدم أم لا فاستحى صلى الله عليه وسلم منها قال سبحان الله تطهري بها ثم قالت كيف أتطهر ما فهمت فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يده على وجهه وقال سبحان الله تطهري بها استحى أن يشرح لها فجبذتها عائشة رضي الله تعالى عنها وشرحت لها ذلك فكان صلوات ربي وسلامه عليه حييا كريما في تعامله مع الناس يستحي منهم لكنه مع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يبين لهم مثل هذه الأحكام بقي عندنا في الحقيقة الكلام على النفاس وما يتعلق بالأحكام والنفاس كالحيض فيما يحل فيجوز للمرأة في حال حيضها أن تمس المصحف بحال كذلك المرأة في حال نفاسها يجوز المرأة في حال حيضها أن تقرأ القرآن غيبا كذلك مرأة في حال نفاسها يجوز للرجل أن يقترب من امرأته ويصنع كل شيء إلا الوطأ وهي حائض كذلك في نفاسها كذلك في الأشياء المحرمة على الحائض هي محرمة أيضا على النفس فيحرم مثلا عليها الصلاة الصوم لا يجوز أن يطلقها وهي نفس كذلك الطواف وكذلك اللبث في المسجد كذلك الحائض يجب عليها بعد انتهاء حيضها أن تغتسل كذلك النفس يجب عليها أن تغتسل عند انقضاء دمها يقول الترمذي رحمه الله وهو يتكلم عما حدد به أهل العلم المدة الأكثر مدة يمكن أن تكون فيها المرأة نفسها أما أقل المدة تكون فيها المرأة نفسها فهذه ليس لها تحديد بعض النساء قتلت ويستمر معها الدم أحيانا أسبوع عشرة أيام وتطهر ويجوز لزوجها أن يطعها وتعيش حياتها طبيعي لكن لو سمر الدم وصل إلى عشرين يوم ثلاثين يوم أكثر مدة تعتبر نفسها فيها هي الأربعين يوما إذا وصلت إلى الأربعين يوم كما هو قول الجمهور وكما قالت أم عطية رضي الله تعالى عنها وغيرها فما زاد على الأربعين يوم فهو استحاضة وله أحكام الاستحاضة التي تقدمت معنا قبل قليل طيب قد تكون بعض النساء أحيانا لا تلد ولادة تامة أحيانا قد تسقط هل يعتبر هذا الدم الذي ينزل حيط عفوا في حكم النفاس أم ليس في حكم النفاس هذا فيه التفصيل لو امرأة هي جماعة كانت حاملة لمدة شهر ثم أسقطت غالبا يكون الذي يسقط قطعة من دم مضغة ليس فيها أي نوع من التخليق ليس فيها يد ولا رأس ولا رجل الدم الذي يخرج دم استحاضة لا يعتبر نفاس تصلي ولها أحكام الاستحاضة التي تقدمت لكن لو كان هذا الجنين الذي نزل نزل بعد أكثر من 81 يوم يعني بعد قرابة ثلاثة أشهر يعني الثلاثة أشهر تسعين يوما يعني قرابة ثلاثة أشهر نزل هذا الجنين سقط منها ففي غالب الأحيان أنه يكون فيه تخلق يكون مثلا له رأس قد تكون العينان فيها شيء من الاتضاح اليدان الرجلان فإذا كان فيه تخلق فإن الدم الذي ينزل هو دم نفاس ولها أحكام النفس إذن يا جماعة عندنا قاعدة هنا لعلكم أن تسعبوها معي المرأة إذا أسقطت جنينها إما أن تسقطه وليس فيه تخليط ولا تخلق فهذا يعتبر دم فساد يعني دم استحاضة أو أن تسقطه وهو متخلق فهذا يعتبر دم نفاس ولا تصلي ولا تصوم إلى آخر أحكام النفسة متى غالبا يكون فيه تخلق وتخطيط إذا تجاوز 81 يوم غالبا يكون قد تخلق إذن يجب على المرأة قبل أن تتصل على المفتي وتستفتي يجب عليها أن تتصل على الطبيب وتسأله تقول يا دكتور يعني أنا خرج مني الدم ماذا أفعله وكذا أن تسأل الطبيب أول شيء هل فيه تخطيط أم ليس فيه تخطيط الطبيب الذي ولدها أو الطبيبة التي رأت هذا الطفل الصغير أو هذا الجنين الذي سقط منها هنا تنبيه هام وهو أن المرء ينبغي حقيقة أن يتعلم مثل هذه الأحكام خاصة النساء ينبغي في الحقيقة أن تتعلمها وأن تتقنها قدر المستطاع حتى تنتفع بها ولا تكون ممن يعني يصل لأحيانا وهي فيها حيض أو نحو ذلك حتى يكون عندها شيء من الفقه ولو أن المرأة اطلعت على شيء من الأحكام الفقهية التي في كتب الفقه يعني إما بعض كتب الفتاوى أو بعض الكتب التي تكلمت بالتفصيل حول النفاس والحيض وغيرها لا استفادت هناك المشكلة أن كثير من النساء هي لا تفعل مثل ذلك وإذا سألت الشيخ بدأت تناقش لأنها ليس عندها علم سابق ما الذي يمنعك من أن تتعلم شيء من هذا قبل أن تستفتي فيه